أكد للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحرك بخطة ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة مشيرا إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات في مختلف المجالات والقطاعات خلال هذه السنوات يعدل ما تم تنفيذه خلال الأربعين عاما الماطئة جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء مجلس النوابع محافظة الأقصر عقب انتهائه من جولة تفقدية شاملة عددا من المواقع الأثرية بالمحافظة وأضاف إسماعيل أن تنمية الصعيد تحتل أولوية قصوى في اهتمامات الدولة مؤكدا أنه سيتم العمل على إنهاء المشروعات الجار تنفيذها في القطاعات الخدمية والتنموية خاصة التي يصل نسبة تنفيذها إلى أكثر من 70% وقاربت على الانتهاء فضلا عن تحسين الخدمات المقدمات للمواطنين مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد حصاد ما تم بذله من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ترجمة نانسي قنقر